تعالوا الروح سريعا لمحافظة الأقصر حيث جامعة التي أعلنت عن إطلاق مبادرة اسمها حرفة كل أسبوع المبادرة دي فيها ورش عمل فيها فعاليات بتساعد الطلاب على أنهم يمتلكوا مهارات سوق العمل ويبدأوا مشروعات صغيرة ومتوسطة معنا على الهاتف الدكتور حمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر التعرف من خلاله على تفاصيل هذه المبادرة برحب عليك دكتور صباح الخير على مصر صباح الخير أهلا بكم أهلا بحضرتك ممكن توضح لنا دكتور يعني المبادرة دي بتشمل ايه تحديدا يعني ايه حرفة كل أسبوع بنعمل ايه جوى الحرم الجميعي وازاي بنخرج بره الحرم الجميعي يعني في إطار التعاون بين الوزارات ووزارة التضاوم الاجتماعي تحت رعاية الوزيرة نيفين القباج ووزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور أيمان عشور آه في مركز موجود داخل الجامعة في جامعة الأقصر اللي هي جامعة الواردة جامعة رقم 27 آه آه الوحدة دي بتكون بتكديم أعمال للطلاب وتدريب على حرف ممكن تشدهم خلال فترة السيف وخلال السنة يعني العمل متواصل بين الوحدة والجمع ان الطلاب دول بيتعلموا حرف يدوية في الآخر بنجمعها وبنعمل معرض وتسويق لعملهم وكل واحد فيهم يتعلم حرفة بسيطة يقدر بيها يوفر يساعد يطلع في الابتكارات ووزير التعليم مع الجامعة مش مجرد مساعدات لا عملية إنما للطالب الجامعة ما هيش مكان للتدريب فقط لا لابتكار لمساعدة الطلاب كل واحد فيهم يقدر يفيد بلده ويفيد مصر لغالية طيب دكتور حمدي بعد التحية حضرتك ذكرت إنه بعد ما بيتم تصنيع بعض الأعمال أو بعض المنتجات بيتم تسويقها وعايزة عرف من حضرتك الأرباح دي بعد كده بتروح فين وكمان عايزة ألك عن الجزء المتعلق ببدء مشروعات صغيرة ومتوسطة والله هي اللي بتبقى مشغولات يدوية انت عارفها مدينة جامعة الأخصر كمدينة سياحية فالحرف اليدوية فيها من الحاجات المصدر فجزء منها بيتم دمجه اللي مع الوحدة لتطويرها ودعمها الحاجات المواد الخام وكده بتحتاج دعم برضو الطالب ممكن بيبقى له جزء من العائد ده بتبقى أرقام بسيطة جدا يعني هي بتبقى الغرض منها تسجيع أكثر الغرض منها أنه الطالب يطلع الحرف اللي هو ممكن يتقنها الحاجة التانية أنه هو يتعلم حاجة ممكن يستفيد بها بره يعني هو مش جاي بس علشان ياخد محاضرة ويمشي بالذات وإحنا جامعة لقصة كلها عبارة عن كليات عملية عن كليات فنون جميلة كليات أطار كليات حاسبات فكلها فيها إتقان طلبة الحاسبات ليهم ابتكارات وليهم مشروعات تخرج طلاب الفنون الجميلة في بعض الناس بيطلبوا بعض البرتهات اللي بيعملوها أو الأشكال لأثار نفس الكلام إحنا بنسعى أن الجامعة تستفيد من مشروعات التخرج أنها تبقى عبارة عن تسويق للجامعة وللطلاب نفسهم طلاب الجامعة المبادرات ليس مبادرات بسيطة يعني فيه مبادرات الدولة بتعملها بتساعد فيها مش للتعليم فقط يعني فيه جامعة الطفل اللي موجودة في جامعة لقصر فيه عندنا اثنين أطفال فيه الطفل اللي تيم الله ده في الفيزيا عشر سنين مدعو للطفل إلى روسيا من خلال الجامعة جامعة الطفل فيه بنت من بناتنا نايرا تابع الجامعة برضو من جامعة الطفل رايح المؤتمر بتاع كوب 27 للمتدى البيئة العالمي لا كله يوري أن الجامعة ما بقتش مكان للتعليم فقط لا لابتكار ومساعدة الطلاب صحيح شكرا لك دكتور حمد حسين القائم بعمار رئيس جامعة الأقصر شكرا جزيلا لحضرتك